المواجهات تجددت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف حيث التحمت ثلاث جبهات قتالية في هجوم واسع ضد الحوثيين والعصابات الانقلابية في مديرية المتون طائرة التحالف العربي دعمت هذا التقدم وواصلت غاراتها في محافظة تعز حيث قتل قائد الميليشيات الانقلابية بمنطقة الأحكوم ومعه جميع مرافقيه بغارة استهدفت وكرهم بمديرية الصلوة جنوب المحافظة كما تم تدمير عربتين ومنزل لميليشيات الحوثي وصالح تستقدمه كمقر قيادة مواجهات ميدانية مباشرة وقصف مدفعي متبادل تواصل أيضا بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية في هذه الجبهة وكذلك في غربي تعز بينما تشهد جبهات جبل الضباب مواجهات عنيفة بين الجانبين وتمكنت قوات الجيش من اختراق صفوف الميليشيات في عملية نوعية خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم أما في شرق تعز فأحبطت قوات الشرعية هجوما للميليشيات وكبدت الانقلابين خسائر كبيرة كما دمرت مواقع للميليشيات في شمال وغرب لحج وفي تطور ميداني مؤثر وتحت غطاء جوي من التحالف العربي سيطرت قوات الشرعية اليوم على مدينة عزان ثاني أكبر مدن محافظة شبه الجنوبية بعد ترضي عناصر القاعدة منها